اشتركوا في القناة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه كل عام وأنتم بخير هذا شهر فضيل وهذا لقاء مع برنامج أسميناه بنور الدين نقصد بنور الدين أننا نستهدي بهذا النور في حياتنا من أجل الوصول إلى سعادة الضارين ومن أجل أن نشتبك مع الكبار والصغار مع الشباب والشيوخ مع الرجال والنساء مع الولد والبنت نشتبك حتى نبحث عما يؤدي بنا إلى سعادة الضارين نور الدين هو لقب لكل من كان اسمه علي في التاريخ الإسلامي هناك ما يسمى باللقب وهو ما فيه متح فأطلقوا اللقب على محمد شمس الدين وعلى أحمد شهاب الدين وعلى علي نور الدين لكن المقصود هنا في البرنامج يتجاوز اسمي ولقبي ويتوجه إلى المضاف والمضاف إليه نور الدين الإسلامي نور الدين الإسلامي هو هذا البرنامج الذي نلتقي فيه سويا عبر الأثير في هذا الشهر الكريم مرحبا بكم وأهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم ونضع الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر بعد الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة وأن يرضى عنا بها وأن يفتح علينا فتوح العارفين به وأن يعلمنا الأدب معه يسأل كثير من الناس وخاصة في بدايات العمر وفي الشباب وعند التأمل يسأل هل دين الإسلام دين صحيح يعتمد عليه قامت عليه الأدلة و تقريبا كل المسلمين في العالم يجيبون نعم هو دين صحيح والسؤال الذي بعد ذلك هو لماذا أنت مسلم لماذا أنت مسلم كان عنوانا لبعض الكتب التي ألفت ونشرت تحت عنوان لماذا أنا مسلم وتحت عنوان هذا ديننا وتحت عنوان هذا إسلامنا وهكذا الإسلام دعانا وأجاب لنا عن كل الأسئلة الفلسفية التي شغلت بال الناس عبر القرون ولما يأتي دين فيجيب على كل الأسئلة فإنه يقدم لنا برنامجا متكاملا واسعا تطمئن إليه النفوس شغل الفلسفة أنفسهم بالإجابة على سؤال من أين نحن سؤال عن الماضي سؤال عن بدء الخليقة وبدء الخليقة لم نحضرها ولم نرها ولذلك كان السؤال مشروعا من أين نحن ما الذي أتى بنا في هذا الكون من الذي خلقنا ربنا وجدناه يجيب عن هذا السؤال بأنه الله في منتاز سهولة فالله سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخلق فأجاب عن سؤال حائر لدى البشرية من أين نحن ثم وجدنا في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأكثر من مائة وخمسين صفة في القرآن الكريم وأكثر من مائة وستين صفة في سنة النبي الأمين ومجموع الاثنين بعد حسف المكرر متين أكثر من متين واربعين صفة كأن الله يعلمنا من هو إنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وجلس يصف نفسه من كل جانب لما جئنا وحللنا المتين واربعين اسم من أسماء الله ويدنا أن فيها جلال وهيبة نوع العظيم القوي المنتقم الجبار ووجدنا أن فيها جمال هو الرحمن والرحيم والرؤوف والعفو والغفور ووجدنا أن فيها كمال الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير هناك كمال ووجدنا من هذا التصنيف والتقسيم أن شيئا غريبا يوجد في كلام الله لفت نظرنا أنه عندما بدأ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن من أسماء الجمال والرحيم من أسماء الجمال وكأنه عندما أراد أن يخاطبنا خاطبنا بالجمال ثم الجمال وليس بالجلال ثم الجلال بسم الله المنتقم الجبار ولا بالجلال ثم الجمال أو بالجمال ثم الجلال بسم الله الرحمن المنتقم أبدا كأنه يطمئن حالنا ويهدئ بالنا خطاب فيه نوع من أنواع الرفق اللين وإذ بنا نجده سبحانه وتعالى يصف نفسه ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولما يأتي يصف نبيه ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أحببنا هذا التفتنا إليه قلوبنا مالت إليه فأسلمنا وأسلمنا أمرنا لله رب العالمين بماذا أمرنا أمرنا بكل خلق طيب أمرنا بالصدق أمرنا بالأمانة أمرنا بالبعد عن الفواحش وبالبعد عن كل ما يضر الإنسان حرم علينا القتل حرم علينا السرقة حرم علينا الكذب حرم علينا شهادة الزور حرم علينا الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد حرم علينا كل ما يوصلنا إلى الأذية بالنفس وبالغير لا ضرر ولا ضرر التفتنا إلى هذا وبدأنا رحلة الالتفات إلى أن هذا الدين جاذب فات يلتفت إليه ننظر إليه فتطمئن له القلوب ألا بذكر الله تطمئنه القلوب فالإسلام دين صحيح موضوح حلقتنا النهاردة هو كده ناخد بقى بعض الأسئلة تفضلي وحرج للوقت إلا خلنا نتأكد أن في دين أو ليه الدين ليه الإسلام هو دين صحيح يعني أنا إيش عرفني أنا ولا شفت ربنا ولا شفت سيدنا محمد ما شفتش أي حاجة لأن تولاد عرفت كذا حفزت وبنيت على أساس اللي قابلي كان مبني علي على الأساس إحنا ما اتجهناش إلى الدين لأن اللي قابلنا عملوا كده إحنا اتجهنا إلى الدين لما رأيناه أنه بدأنا بالجمال لما رأيناه أنه أمرنا بالخلق القويم لما رأيناه أنه دعانا إلى نموذج متوافق مع الفطرة هو ليه الإسلام يعني الدين الصحي يعني ليه مش دين تاني لأن الإنسان هو محور هذا الكون فالإنسان هل يريده الظلم ولا لا طيب هل يريد الفحش والطغيان لا وهكذا هنفضل نقول لا 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 إذن فالإسلام متوافق مع الفطرة تفضلي هو ليه ربنا يعني يعني هو اللي اخترى للدين هو ليه مش إحنا اللي اخترى للدين بتاعنا هو ليه ربنا يعني 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 هو اللي اخترى للدين هو ليه مش إحنا اللي اخترى للدين بتاعنا لا أنت اللي اخترت الدين بتاعك ويجب عليك أن أنت تختار الدين بتاعك وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء وأرسل الرسل وأنزل الكتب وتفضلي ابحثي ولكن ابحثي عن الدين الحق الدين الحق أنا عايز أعرف الإسلام أمرك بإيه وإنتي شايفه إنه كده أمرني بحاجة وحشة إيه هي الحاجة الوحشة اللي في الإسلام إنه قال لنا صلوا إنه قال لنا صوموا إنه قال لنا ما تظلموش الناس إنه قال لنا ما تجذبوش فمن هنا عرفنا أن هذا الدين هو الدين الصحيح في أدلة تانية فلسفية بتؤكد هذا وهي خضية معجزة القرآن الكريم ودي هنفرد لها كلام لوحدنا تفضلي دلوقتي في ديانات أخرى غير ديانة الإسلام زي مساء المسيحية وكمان ليها رسل من السماء وليها كتب زي سيدنا عيسى طب دلوقتي ليه المسلمين بس هم اللي يدخلوا الجنة ما هم برضو المسلمين بس هم اللي يدخلوا الجنة دي معلومة مغنوطة عندك لأن ربنا قال غير كده قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يعزلون يبقى الآية واضحة جدا أنه ربنا سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام كله اسمه إسلام عندنا تفضل هو إلي أكد لنا أن الأحاديث عشان هي كان من زمان إلي أكد لنا أنها صحيحة السند في 21 علم بالأسانيد مين قال لي مين قال لي مين قال لي مين وإيه حال كل شخص اتقله كده وهو قابل اللي قابليه ولا اللي بعده ربنا قالها من مسلمين ب21 علم لا وجودة لمثلها إطلاقا في العالم القبر بتاعه موجود الكعبة اللي بنحجة ليها موجود الكتاب بتاعه موجود الأمة بتاعته موجودة القبلة بتاعته موجودة المسجد بتاعه موجود كل حاجة كل حاجة موجودة والغاية دلوقتي أيوة تفضلي حرك يا شيخ نقلت أنه يعني أنه نحن نسلم عشان حرك حرك في الأول لكذا حاجة مش عشان احنا اتولدنا وخلاص لكن ده ده بيبقى المفهوم احنا فهمنا لما من نكبر يعني الطفل العادي لما بيتولد بيعرف أن أهله أن أبوه مسلمين فعشان يقول لهم بيطلع مسلمين بعدها لما بيبدأ يكبر بيبدأ يدور في ليه تمام بالنسبة لهم مسيحيين يهوديين أنا افترض أنه حد مسيحي وانا يعني مؤمن بديني بديني أوي وانا حتى حد حد حول يكلم معي في الإسلام وانا مقتنح بديني أوي فيعني أنا كده زنبي طب وحتى مين وما فيس زنب ولا حاجة ممكن نكمل يعني برضو المسلم ليه حق أنه يدور مثلا في حكاية يعني ليه حق في يدور في الديانات الدنيا مثلا الديانات الدنيا كل علماء المسلمين دوروا وأنا دورت ووجدت أن الإثباتات والأسانيد والأدلة وكذا إلى آخره للديانة الإسلامية فأمنت بالإسلام عن حق الإمام أبو حامد الغزالي جلس يبحث عن هذا وأكد هذا أبو المعالي الجويني جلس يبحث عن هذا الإمام الشافعي جلس يبحث عن هذا وهكذا طيب ناخد سؤال من الولاد تفضل هو ليه بما أن الإسلام هو الدين الصحة وليه ما نزلش أول حاجة وكان فيه ديانات كتير قبله الديانات اللي قبل كده حدث فيها نوع من أنواع النسيان والتفريط يعني لما أرسل الله سبحانه وتعالى آدم لما أرسل الله سبحانه وتعالى نوح ولما أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم الناس كانت تتبع الديانة بعض الوقت وبعدين يدخلوا في عبادة الأوسان فيرسل الرسالة التي بعدها لكن الإسلام جاء الدين الخاتم ليس هناك نبي وليس هناك رسول بعد سيدنا النبي صلى عليه وليس 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 وليقدمه يعني هو يمتأخر ولكن كان هو يقولوها بالإنجليزي يعني العهد الأخير اللي بعد كده ما فيش رسل وما فيش تغيير لهذا العهد الأخير تفضل أوليه الدين الإسلامي ما تحرفش زي بقية الديانات برضو أنت بتدخن في حاجة أنت ملكش العلم فيها إنك افترط أن كل الديانات غير الإسلام محرفة أو كذا إلى آخرين هي العبرة مش كده العبرة هو كيف حافظ المسلمون على كتابهم وسنة نبيهم بالعلوم عملوا علم اسمه علم القراءات حفظ القرآن الكريم عملوا علم اسمه علم الحديث على واحد وعشرين نوع من أنواع العلوم حفظوا كل كلمة وصنفوها هذا ضعيف هذا قوي هذا صحيح هذا حسن صنفوها ويعلو لها مراتب في الاستدلال عملوا حاجة اسمها أصول الفقه عملوا حاجة اسمها علم اللغة فكل هذه العلوم التي قام بها الإسلام أو المسلمون من إلهام الله سبحانه وتعالى وتوفيقه مكنتهم من أنهم يكونوا أهل علم أهل توثيق وليس غير ذلك إحنا عندنا القرآن القرآن النبي كان عربيا والقرآن هو عربي والقرآن ورد إلينا باللغة العربية مش ترجمة إحنا عندنا السند سند القرآن موجود إلى اليوم ألاف الأسانيد والتواطر المزهل وهو هو القرآن بقراءاته العشر هو هو القرآن فيه لغة وفيه سند وفيه خدمة قام المسلمون بخدمة القرآن تفضل هو الاحتفال بالكريسمس حرام ولا حلال طب ما عليش أنا عايز أعرف كريسمس يعني إيه الاحتفال بالكريسمس كلمة يا إما تعني تعني بيها إنت الاحتفال بالسنة الجديدة يا إما تعني بيها ميلاد المسيح عليه السلام ميلاد المسيح ميلاد معجزة والقرآن أقر بهذه المعجزة وجعله يوم سلام وسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا إذا كان تقصد ميلاد المسيح فنعم يجوز الاحتفال به لأنه يجوز الاحتفال بالأنبياء النبي دخل المدينة فوجد اليهود يصومون عشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قال نحن أولى بموسى فصامه وأمر أصحابه أن يصومون أيوة تفضل هو لو كان سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد ما ماتش كان يعتبر أنه هو النبي أو رسول كان هيبقى كده ولذلك أجه الأجل بتاعه وهو عنده سنة سنة وشوية فمات أيوة تفضل اللي عرفوا أني فيه 99 اسم من ربنا 99 اسم دي اللي بنسميها الأسماء اللي في حديث أبي هريرة لكن هم 240 في الوردين في الشريعة يعني كلمة قدير نعم يا أسماء لله قدير مثلا مش موجودة في 99 وقدير موجودة في القرآن وهكذا تمام نعم طيب قول كده عايز إيه قول هو ليه سيدنا محمد هو بس لو ما عملش غلطة زي مثلا سيدنا موسى أتى لحد من غير قصد وبعدين السؤال إيه السؤال إيه أنه ليه الوحيد لا مش الوحيد مين اللي قالك إنه الوحيد سيدنا عيسى لم يرتكب في حياته خطأ قط تفضل هو ليه الإسلام هو دين الحق ولازم كل الناس تلزم بيه أم للي إحنا عادين نقوله كله ده مش إجابة على السؤال ده يبقى إنت كنت عايز تسأل علشان عايز تسأل طيب تفضل هل لإيه القبلة غيرت من مسجد الأقصى للكعبة لأنه القبلة القديمة كان النبي عليه السلام والمسجد الأقصى قدامه فلما راح المدينة بقى ده خلفه ده قدامه فقاله يا رب الكعبة هي اللي كنا بنستقبلها فربنا سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان استجاب له وحول القبلة من هنا إلى هنا يبدو أن تجربة الجلوس معاكم وأنا في سن جدكم تجربة طيبة تحتاج إلى أن احنا نستمع إليكم أكتر وأسئلتكم كلها ليها معنى وليها مكانة ولذلك فنستودعكم الله في هذه الحلقة على أمل لقاء في حلقات أخرى إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة